السلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. أربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم بخير إن شاء الله. كل ما نبدأ، والله صلي وسلم على تيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أتحدث لكم موضوع. وقام بخير وعلى آله وعلى آله وعلى آله وإلى آله وعلى آله وعلى آله. بما أن نريد الفيديو اليوم، نريد أن أخبركم هذا الموضوع الذي هو السحر، كيف ستتعامل معه، كيف ستتعاففه بسحور، كيف ستتشارك يفعل فيديوهات في اليوتيوب، كيف ستتتعامل مع السحر؟ ولكن من خلال ما كانت أصدقائي، كانت أصدقائي السحر، كانت شر الشيطان، وإنعاء البشر، وكانت أصدقائي، وإنهان حوائج، ما كانت أصدقائي لا أحد مننا يحسر بأمسه، أما مصحور، أو ضربها العين، أو الله يبعرض علينا، ولكن الحاجة الوحيدة هي دواء لكل داع هو القرآن الكريم، الاستغطار، الصلاة وهذا الشيء الذي يكون في حالة سنة مسكينة اطلقتني مهم شدتني بحبتها شدتني مسكينة من الكتف ديالي وقالت لي كmatique وقالت لي يا فكي العين وقالت لي كما احاول مواطقا وقالت لي يا فكي العين وقالت لي يا فكي العين ولكم منذ عندي دائرة. في ذلك أجل قليلا. وقالت بإذن عند القرآن ويقال بالدائرة الآن. قلت بيها أول مرة. وقالت بإذن منذ ، قمت بيها أمود. لانك يشربني ادم لانه غير يشوفك مزيان غير مع الشيء واحد يريد ديلك سحور غير يشوفك المهمومة حاجة تضره في قلبهم إذا شوفك مزيان مع عائلتك و إذا شوفك مزيان مع صحاباتك و إذا شوفك مزيان مع أولادك و لا قاعد ذلك القرآن و إطلاق قرآن و إطلاق قرآن و إطلاق قرآن في الدار و إطلاق ذرة البقرة و الرقية الشرعية و موجودة في القرآن في اليوتيوب انا دا يوميا اطلقها. انا اطلق القرآن. مرة اطلق القرآن. بعد مرة اطلق صوت عالي. انا اطلق القرآن. والاعراض السحرة يكونوا بعينين. كما عملت لي واحد من مسكينة. زوجنا دائما ودعها كل شيء ما كانت هي. ولن مكان عليها حتى شيء واحد. احترمها اي حاجة قبل ان تلقها من فماي. إذا كانت هناك المعضة الموضوع لأنها كانت حدث أقوم بمعنى الكلمة كانت ذلك دائما تسمع أشياء كلمات ، وكما هي تسعم بها في مكما. يقول أنها قلت بمعنى الكلمة وكما هي تقدم معه رجل وكما هي يصمع معه. تعطي بربعها متأسف من المكما وكما هي مستقبل بها المل positive. أعني أن أعلم فكرة أرى ذلك بشكل مزيان بأسكير و ارى الذين يعتقدوا أنه لا يسعر أزائق أولاً و قلت لأسكار في الوصف و سأجانب مزيف و فى الأخير وصل الطلاق و بعده أن اتبه بأسكار يجب عليك في تلك القرآن اخبارك القرآن ويجب عليك ثم يتلقي القرآن ويجب عليك أن تظهر على خيار حل الصافين. فأنت أخذ في نفس المشكلة لأنه لا يتلقي القرآن ومعرفت نفسه ومعرفت القرآن التي قمت بمدى لصلاة الفجر ومعرفت القرآن من الصلاة الفجر ومعرفت القرآن التي كانت سلطة الفجار ومعرفت القرآن التي كانت دائما مدخلين بخارجين معنا ومعرفت أنه من المنوع من المنوع ولكن أمسكين خائفة لأنه يمكن أن تطلقه سحر كائن، ليس كائن ولكن أي شخص يحسر أن يكون هناك أعرض السحر لم يكن حامل هذه المنظمة، ليست تظهرين عن حامل بنادم ومعرفت أن هذا المنظمة أن يكون هناك نظرة ولكن أخبرت القرآن، ومعرفت لك الرقية الشرعية، ومعرفت السحر والشياطين خصوصاً لكي يكون هناك أشياء جديدة فلذلك تطلق القرآن في دارك يمكن أن تطلقون الرقية الشرعية، مر الفجر، الدعاء هذا هو الدواء الوحيد للعين والسحر وأي حاجة خيبة لهذا الشيء احتم لي مثلا يدخلوا عندك الناس هما منجوسين يعني الناس اللي هما ما كيصلي وش ما كيدير وش يدخلوا للدار ديالك را كيدخلوا معهم شي حاجة خيبة يدخلوا معهم طاقة السلبية هذيرا ما تنسوهاش لان ملغي عندك شي واحد للدار ديالك ما كيصلي شو ما كيدير شو موسخ خرج الطريق موسخ خرج التزاق كل كيصلي غير موسخ خرج الطاقة السلبية وها يدخلوا عن الطاقة السلبية فيها فتح من المصدر ولكن موسخ خرج التكار هي نكتوب نافذة ويجب أن تحصل لمسخ خرج الطاقة العين والبناء ويجب أن تحصل لأ شيئ ما كلي إنه قبل كنت قليل كيف يتحصل بحراء بهذا السلبي هذه الساواق سوف اطلق القرآن سوف اطلق القرآن كان لدينا شر الشيطان و شر العين و شر الخلق و لا يجب أن نقبح من شر الخلق و لا يكن مزيانا و لا تجد أن يكون مريضا و لا تعيش مزيانا و لا يكونوا مرتاحا هذا هو المثال الفيديو في الزمن أجل ما أقول لكم. لطيف تكون المسلمين باستمرار والوحيدة والشياء. كما يتشاهدون ، كما يرتاحون والمشاكين والمشاكين والكسامة مرتاحين وفرحانين ومنقذل السماء والعبطين. حسبنا الله نعمل وكل شيء اللي سوف نقول. احداؤوا راسكم من هذا الشيء هذا. اي واحد يسأل على السحر او على هذا الاعراض دياله. كل واحد فينك يعرف الاعراض دياله. مجرد او للعيم. مجرد ما كتلقى راسك. بحال قبيلة كنت سمع له واحد الشيخ مغرابة معروف هو. اسمي دياله بشاتلية. قال لهم ليك تشوف الراس ديالك. سوف يتطرق. قرر قرار القرآن. انا سوف يتطرق. كل شيء اللي اعراض دياله. انا بني اسمي ديالك نشوف شيء حاجه. انا بني اسمي ديالي كما قال الشيخ سبحالله. من قبل السحر والسكر بكل شيء من قبل ان نشرب برسطة مغلابة ومسكنات دياله. انا بني اسمي ديالك. ولكن هذا الأمر. هذه هي أعراض السحر. سيكون شيء جيد. ولكن أهم شيء. سواء رجل أو مرة. أخرى من رجل من رجل ومرة. فإنه لا يؤثر فيه. لا يؤثر فيه. لا يمكن أن يؤثر يوم وليومين أو ثلاثة يوم. ويبشي عند أكبر السحرة لا يفلح الساحرة حيث أتى أي شخص يدخلوا في القبور يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة في القيامة يوم القيامة و اي واحد يكون مشغول بالنسي أمروه لا يكون مرتاح لأنك كنت مرتاحة لا تستحروا العباد الله أي شخص مرتاح لا تستحروا العباد الله يدعها في سقرس و يدعها في عائلته و يحاول أن ينقي أولاده و يحاول أن يحاول أن يعاونهم في الحوايج المهمة لا تستحروا العباد الله لا يهمكم بشكل ربي ستعتبوه في الدنيا و يتعتبوه في الأخيرة و يتعتبوه على مرتين و يحضر السلام و يحذرهم لا إله إله و صافيه كما أخبرت لكم أن الناس يسولوني كثير من الأشخاص بها و قلت أننا نريد الحجة و تعود في هذا الشيء أخبرتكم الحجة لأنني أصبع منها كثير من الأشخاص بها لأن أي شخص يسولونها في شيء مباشر لا تطلبهم القرآن و هي برأسها كل يوم تتلقي الرقية الشرعية الاكتبوه والاكتبو الشرعية والاكتبوه والاكتبوه لما تتلقوه القرآن لا لا تناسها كنت تظهر شخص بالقرآن لما لا تنظر أن تصلي و تفجير إن الحجة تحضر بها في الوالدة و هي في الواتساب إنه من الولدة يقرأ الواتساب و تكون الذي تصلي فجر ولا أريد فجر من هذا الشن 沒有 لتقوم بالدعاء لمن ктоت بить أمام للمفجر آه آآ ركنت من � Rutn لم يكني أفصم الطاقوم أمام ب ͡° فأنا لم أعد فجر من ناس إذا ق постоян خليل الطاق!... نكفي ذلك 2008 بعد المرة حظت للحيوان الخاص بك ، فقام بقراءة القرآن ، وقام بقراءة الشرعية ، وقد تقاوم باقي عدد من المخلق القرآن ، وعلى أدن وسرع الطاقة السلبية ، خصوصا اي واحد دخلوا الدار ديالكم شكيتوا فيه الى منجوس الى مرشي مزيان الى ولو من اولادكم اطلقوا القرآن و اطلقوا بخروا الدار لان حسدك شرك يجيبوا الشطن معه وما يمشوا الشطن يبقى في الدار الذي يدخل عندك منجوس للدار ديالك يعني انها جاسة بكل انواعها لا نوضح اطلقوا القرآن ديالكم اطلقوا القرآن ديالكم هذا الشر ديال الشيطن كيحيد السحر كيحيد اي حاجة هذه هي النصيح اللي قدي نقول لكم اول اعرض ديال السحراني قلتها لكم اي واحد حس براسه ماشي مرتاح نفسيا او لا جسديا او لما حامل جزاك ملاد ملي قدامه او لما حاملش الدار او لا شايف راسه كل ملاح صور يخرج من الدار يطير او ستوب هنا غادي توقف وغادي تشوف رمزيان الفراسك في المناية غا تقول او اشكان ديرنا دابا شي حاجة ماشي هي هاديك انا ما كنت شوك دايا كيفاش تتغيرت كيفاش توليت هكا اش غا تعمل طلق الرقية الشرعية في الدار ولا افادة جهاز ما غا ديش يدر نكسب behanas هي كل افادة القرآن الكريم بش تحفظه كل افادة اول حاجات الشيطانة لا يحملش اسماء القرآن مجرد ما تقول كيف دا اعلو الله من الشيطان يعرج تتلقي الشيطان طار من الباب ما كيف تحفظه ابقاء امه او او يحفظه هنا مثلا لنحدث اليو من رجل والمرأة بثات 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 قرآن كي تلقوا القرآن الشيطان كي تردك النقر كي يقف. يوا هدا ما تشيلي كيين. نتمنى لي ولكم العفو والعافي إن شاء الله والصحة وطلط العمار وراحة البال. الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. هشيلي غادي نقول والسلام عليكم.